تحكم في الأتربة والقبار عن طريق التكنولوجيا احنا ليش نروح حق التكنولوجيا نبدأ اول شيء في التشجير والزراعة الزراعة هي جدا مهمة لتثبيت التربة ومنع زحف الرمال ايضا احنا الزراعة جدا مهمة مثل ما قلت لتثبيت التربة وايضا عمل مثل مصدات للرياح من الأشجار هي اكيد راح تمنع زحف الرمال وايضا تخفيف العواصف القبارية أو الأتربة المثارة خاصة بالأماكن المكشوفة نعم بالنسبة للانعكسات الإيجابية الاقتصادية وايضا الصحية في حال تم التحكم فعلا بظاهرتي الغبار وزحف الرمال نعم تخفيف تخفيف الغبار ايضا يؤثر بالإيجابة على الصحة مثل الناس اللي عندهم ربو الناس اللي عندهم حساسية الأتربة يعني هي اللمنيين احنا غبار مو بس ترى الذرات الغبارية فيه اشياء وايض تكون من العوالق مثل حبوب اللقاح وايضا اشياء ثانية تسبب الحساسية لدى بعض الناس وتزيد من حالات الربو هل من الممكن لإدارة الأرصاد الجوية التنبؤ بالعواصف الغبارية والرملية بدقة قبل حدوثها نعم احنا عندنا يعني اجهزة مثل رادار الطاقس وايضا الأغمار الصناعية واحنا كإدارة الأرصاد الجوية بصدد يعني جلب يعني الاجهزة المتطورة خلال الفترة القادمة وايضا احنا عندنا يعني من المتنبئين الجويين من الخبرات والكفاءات العالية في الدقة بالتنبؤ وايضا خبرتهم العالية تعطيهم ان يتنبؤون في العواصف الترابية والرملية بالدقة نعم خبير الأرصاد الجوية ضرار العالي شكرا لك ترجمة نانسي قنقر موسيقى